بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله شلامكم أعزائنا تلاميذ الصف الخامسة الابتدائي في درس جديد من كتاب النشاط الوحدة الثالثة يونت ثري درس الثاني صفحة ثيرتي ايت ثمانية وثلاثين بهذا الدرس عنده تمرينين مهمات كل شذن التمرينين ومكرارات كذلك بالامتحانات التمرين أي يقول لي الأفعال مكتوبة بشكل خاطئ يقصد هذه الأفعال مكتوبة بشكل خاطئ يعني أعد كتاب مستخدما الأفعال الصحيحة طبعا هنا عندي أسماء رياضات مثلا عندي جمناستيك بازل باسكتبول فتبول وإحنا أخذنا سابقا أنه مع هذه الرياضات نستخدم أفعال محددة فإحنا هنا هو مستخدم فعل خطأ يعني play جمناستيك ما نستخدم إحنا play مع جمناستيك راح نعيد كتابة جملة ونصحح هذا الفعل فعندي بالجملة الأولى I play جمناستيك أنا ألعب جمناستيك اللي هي الرياضات البدنية إحنا مع جمناستيك اسم هذه الرياضة ما نستخدم play نستخدم do فعدنا كتابة الجملة وصححنا الفعل فكتبنا do بدلا من play لأن do نستخدمها مع الجمناستيك بشكل محدد عدنا نعيد عدنا هاي الجملة اللي هي I play puzzles I play puzzles البuzzles اللي هي الحزورات أو الوحجية أو الغاز مع puzzles نستخدم do وليس play فعدنا كتابة الجملة وصححنا الفعل بدلا play كتبنا do هذا هو الحل الصحيح هذا الفعل خطأ مستخدم هنا عندي نقطة ثالثة قلنا احنا مع الباسكتبول ما نستخدم do نستخدم play فتبول والباسكتبول كل اسم رياضي ينتهي بكلمة ball نستخدم معها كلمة play أو الفعل play معناه يلعب فعدنا كتابة الجملة واستخدمها play بدلا من do لأن هنا do خطأ عدنا الجملة الرابعة احنا مع فتبول ما نستخدم go نستخدم play فنعيد كتابة الجملة كذلك ونستخدم كلمة play I play football عدنا I go karate at club أوكي الرياضات الفردية نستخدم معها do أوكي فنقول I do karate I do karate فقط هاي القو نخلي بدالها do I do rowing اللي هي رياضة التجذيف on Saturday أقول I go rowing I go rowing أوكي طبعا هذا التمرين كلش كلش مهم ممكن يجيك نفس هذه الصيغة يعني يقلق جملة مكتوبة الأفعال ما لتها مكتوبة بشكل خاطئ وتعيدها صحيحة فأنت لازم حافظ الأسماء الرياضات والأفعال المستخدمة معاها عدنا في تمرين بي تمرين كلش كلش مهم ومكرر دائما في الامتحانات منطين هنا طبعا يقولي write the activities in the correct list منطين هنا أسماء رياضات مثلا فتبول باسكتبول سنيك ان لادر عدنا مثلا باسكتبول كرة سلة بوكسينج ملاكمة سايكلينج اللي هي رياضة ركوب الدراجات الهوائية فتبول كرة القدم جمناستيك اللي هي رياضات البدنية روينج رياضة التجذيف البازلز اللي هي الأحجية أو الألغاس أو الحزورات كاراتيا يعني الكاراتيا سنيك ان لادر اللي هي لعبة الثعبان والدرج كاي الحي والدرج احنا نسميها سويمينج رياضة السباحة وعدنا آخر شيء تنس اللي هي كرة المضرب كاي احنا نسميها التنس هنا يا منطيني ثلاث جداول كاي وطالب من عندي أختار أسماء الرياضات اللي أستخدم وامطيني طبعا هنا ثلاث أفعال الفعل دو الفعل جو الفعل بلاي كاي وطالب من عندي أحدد له شنو أسماء الرياضات اللي نستخدمها مع الفعل دو أسماء الرياضات اللي أستخدمها مع الفعل جو أو أسماء الرياضات اللي أستخدمها مع الفعل فيتبول أوكي فطالب عندي كلش مهمات احنا كل أسماء الرياضات نستخدمه مع فعل محدد يعني مثلا السايكلينج فقط أستخدمها مع ما يصير أقول دو سايكلينج أقول أوكي هذا شي محدد فإحنا حتى نسهلها كل اسم رياضة ينتهي بال-ING راح نخليه مع go أوكي أقول ما عدا كلمة وحدة اللي هي كلمة بوكسنج المذاكمة راح تيجي على دو فأنت أحفظ كل اسم رياضة نستخدم كل اسم رياضة ينتهي بالأحرف ING بهذا المقطع ING ING راح نستخدمه مع go مع الفعل go ما عدا عدا رياضة وحدة اسم رياضة اللي هي البوكسنج البوكسنج قبل ال-ING تلقى ال-X الحرف X نستخدمها مع الدو أوكي فعندي السايكلينج رياضة تركو بدراجات الهوائية روينج تجذيف سومنج السباحة مع go أوكي عندي مع البلاي راح نستخدم كل اسم رياضة ينتهي بball ball fitball كرة قدم basketball وكرة السلة والتنس أوكي لها كرة المضرب وعندنا snake and ladder نستخدمهم مع البلاي أوكي عندي مع الدو راح نستخدم boxing و جمناستيك رياضات بدنية وكاراتية أوكي فكل فعل نستخدم مع اسماء رياضات محددة طبعا هذا التمرين كلش حفظ وهي اسماء رياضات لازم حفظ املاء أوكي أوبعنا موسيقى موسيقى